خسائر من نوع آخر الخطوط الجوية النمساوية تعلق رحلاتها إلى تل أبيب وطهران حتى 21 من أغسطس ده كان على أمل أن يكون هناك مفاوضات أو استئناف المفاوضات بين حماس وإسرائيل لإنهاء مش لإنهاء لوقف الحرب لوقف إطلاق النار على الأقل مع طبعا قيام إسرائيل باغتيال إسماعيل هنية على الأراضي الإيرانية وهناك توقعات أن إيران سوف ترد ولكن إلى الآن مين قال أن إسرائيل اغتالت إسماعيل هنية كل الاتهامات بتقول مع إذن الأخبار بتقول أنت بتقول هيك أنا ما بقول هيك أنا بقول أن إسماعيل هنية يعني خلينا نأخذ الخبر من أوله طوز جوية النمساوية تعلق يعني صراحة أنا أسف على هذه الشركات التي تستحمر من خلال تقارير المخابرات وتعلق أعمالها ورحلاتها صراحة بناء على حرب غوغائية وحرب إعلامية وصواريخ أرض إذن كما يقال أو تم إذن صواريخ تم إذن يتم استخدامها ما بين إسرائيل وما بين إيران يعني أنظمة إرهابية أنظمة متطرفة أنظمة متشددة يعني بصراحة جهتان جهتان تعملان على اللعبة المنطقة كالكرة الخاسر هو الشركات الخاسر هو الاقتصاد الخاسر هو السائح الخاسر هو المواطن الخاسر يعني بصراحة فبالتالي براحتهم يعني اللي مبسوط ومقتنع بهالحالة هاي من حالة يعني التماشي والتهريش فعليا ما بين إسرائيل وإيران أي خليهم عايشين هذا الدور وخليهم متفائلين وعم يستنوا هالضربة هالضربة يعني بصراحة المنتظرة واللي كلها تعملان تابع صار الواحد عم يتابع الأخبار يا راجل مثل اللي عم يتابع كرة القدم واللي عم يستنى أنه فعلا يصير شيء يحدث حتى فعلا يقدر من خلاله يعني بصراحة الوضع مع الأسف بغزة وضع مؤسف جدا المدنيين ما زالوا عم يتساقطوا يوم بعد يوم إرهابيين حماس مصرين حتى هذا اليوم بعدم إيقاف إطلاق النار وإطلاق النار الخرائي والغير موجود فعليا على الجانب المجرم واللي هو إسرائيل واستفزازهم واستمرار إسرائيل بحملتها الهمجية الإرهابية ما فيش نسبة وتناسب أصلا ما في نسبة وتناسب يعني يعني بصراحة شيء مؤسف شيء مؤسف بصراحة إسماعيل هنية طال قعد طول عمره سليماني شهيد القدس شهيد القدس قام حطوه بجم شهيد القدس قام إجت إيران قال أتلم نقتله بنحطه بجم شهيد القدس لنخلص من حلقه يعني كل واحد بيع حاله بصراحة لأي مستبد ولأي مجرم حتما لا يسأل ولا يزعل كيف الطريقة التي حيتم تتوقع أن يكون هناك سياسة أخرى لحماس بعد تولي يحيى الصنوار رئيس المكتب السياسي لا أعتقد يحيى الصنوار متطرف أكثر بكثير من إسماعيل هنية الذي قتل في طهران بصراحة أعتقد أن الحرب مستمرة حتى الإنهاء على حماس مع الأسف هذا الشيء يوجد له جانب إيجابي ويوجد له جانب سلبي الجانب السلبي هو أنه على حساب المواطن الفلسطيني المحاصر في غزة والجانب الإيجابي أن الشعب الفلسطيني سيتحرر من تنظيم حماس الإرهابي